السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتو الف صحة وخير يا رب هنتكلم النهار ده عن ازاي نجهز ولادنا ونخليهم يستعدوا الرمضان طبعا الاطفال سواء عاديين او زواء احتياجات خاصة ما بيبقوش قادرين يربطوا ما بين ان احنا لما بنقول هنعمل كذا في رمضان او بنسوي كذا في رمضان انه متخيلين ان رمضان ده حد هيقبلوه حتى فيه اطفال تقول انا عايز اشوف رمضان وهيجي امتى متخيلين من رمضان ده شخص مش يوم او شهر زي يوم الجمعة بيبقى مميز بحاجات فاحنا لعشان نوصل لهم ان شهر رمضان ده شهر في مواقف اجتماعية مميزة عن السنة كلها مختلفة عن السنة كلها لازم اربط لهم الشيء ده بالاحداث اللي بتحصل اربط اليوم او الشهر ده بالاحداث اللي بتحصل فيه المرتوي طبيب الطفل من زواء احتياجات الخاصة قلنا ان من اساسيات التدريب عنده الاشياء المصورة يعني ما باك يدربوا على هدف يخص الرعاية الزاتية هدف يخص العلاقات الاجتماعية هدف يخص اللغة اي هدف التسلسل اليومي للاحداث لازم يبقى عندي حاجة اسمها صور او معينات بصرية او الجدول المصور بابسط المسميات اللي هو لوحة وبحط عليها صور الاشياء اللي انا هعملها النهاردة او صور الاشياء اللي بتحصل هتحصل في نفس اليوم يعني بقسمه اليوم على هائة جدول طيب وكل حدث بعملهوله بصورة برضو رمضان فيه احداث احداث مميزة فيه لازم يبقى عندي صور للاحداث دي يعني في رمضان مثلا من الحاجات المميزة الزينة الخاصة برمضان كلنا في رمضان بنجيب لأولادنا زينة او بنصنعها في البيت على حسب ثقافة المكان وزي ما قلت قبل كده في كل الاديوهات اللي قلتها الطفل بيدرب على ما في بيئته يعني البيئة بتاعته ما بجبروش على تدريب معين موجود في بلد تاني يعني لو في بلد بتعمل يعني ولا صغيرة في بلدي في مصر كنا بنعمل الزينة بأدينا بنجيب ورق ونقعد نعمله بطريقة معينة لما جبرنا بقت الثقافة مختلفة او لما بنروح بلد تانية بنلاقي الزينة جاهزة فبنشتريها نعلقها على طول فكل مكان لازم يتميز بالحاجة اللي بتتعامل فيه بالبيئة بتاعته غنية بايه فمثلا انت بتشتري الزينة الحمرة اللي هي اللي هي شكل التراسي الاحمر اللي بيبقى فيه الوان زرق او كده وحاجات رسومات بتاعت رمضان هلال وحاجات من دي خلاص يبقى هشتري دي لان دي من الحاجات المميزة يبقى انا من الحاجات اللي هحطها في اعتباري في الجدول او اللي هحطها ان انا جيبها كمشهد سواء هجيبه مشهد حقيقي الطفل هيعيشه يلا بنعلق زينة رمضان يلا واش نسوي الحين يلا حط زينة يلا ونبتدي ايه يشوفني وانا بعلق زينة بتاعت رمضان طيب ايه كمان الفنوس والفنوس بتاع رمضان له اشكال كتير وبرضو على حسب ثقافة المكان في بلاد فيها الفنوس ده اساسي جدا سواء باشتري فنوس صغير لكل طفل موجود في العيلة زي عندنا مثلا كل طفل لازم يجيله فنوس في رمضان وفيه تقوس ان احنا نجيب فنوس كبير جدا ويتحط في البيت في مدخل البيت على اساس ان كل ما يزورنا حد يشوفه دي حاجات تراصية لو انا بعمل كده وده شيء مميز لازم اجيبه واصورله الشئ ده او احمل صورة بتخص الشئ ده فنوس لرمضان وان الفنوس ده حاجة مميزة او حدث مميز لرمضان طيب ايه كمان في رمضان مميز بيبقى من الحاجات المميزة في رمضان التجمع برضو ان يبقى في صورة تجمعات صورة العام مثلا بالاسرة بتاعته معزومين عندنا او احنا باسرتنا معزومة عند الجد او كده متلمين في مكان لو عندي اي صورة حقيقية لرمضان اللي فات موجودة عند حد اقدر استخدمها عندي عشان تبقى محطوطة للطفل ده ان انا هدربه ايه اللي بنعمله في رمضان من الحاجات برضو اللي ممت تكون مميزة في رمضان ان فيه اكلات مرتبطة رمضان او تقوس معينة في الاكل في رمضان سواء كانت موعيد الاكل اللي بتختلف طبعا او الواء معينة زي اللي في رمضان بنبقى حارسين جدا نتكون شربة الشفان موجودة على الاكل او السنبوسة وكل بلد لها تقص يعني مثلا في مصر هتلاقي الخشاف ده حاجة اساسية في رمضان ممكن ما يكونش بتعمل في ايام تانية لكن بتعمل في رمضان في بيئات ما بيبقاش الطمر ده متوفر طول السنة بيئة اساسي في رمضان فيبقى ده من الصور اللي هستخدمها كل بلد بكل بيئة بكل امكانيات خاصة بالمكان بتحصل فعلا يبقى لازم ان انا يكون عندي صورة او هي دي اللي هتتحط عندي من التقوس اللي انا هبتدي بيها في التدريب مع ابني لان انا هربط له فكرة يعني ايه رمضان بالاحداث اللي بتحصل في رمضان طيب ايه كمان كمان مرتبط في رمضان موضوع صلاة القيام او التراويح على حسب برضو احنا بنقول عليها ايه ان هي بعد صلاة العشاء ودي مش هقدر اعرف الطفل عليها الا لو كان الطفل ده اداءه عالي يعني طفل يا اما سنه كبير وقدراته عالية او الطفل ده من اطفال الدمج اللي انا هبتدي افهمه يعني ايه صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء بنروح المسجد يكون طفل اصلا بيروح المسجد او عارف يروح المسجد ساعتها هبتدي اربط عملية الصيام وانه يبقى فاهم يعني ايه رمضان بالصوم ده طفل عنده المقدرة انه يفهم يعني امتنع عن الطعام وبعدين اكل دي مرحلة تانية وهنقول ازاي بندرب عليه طيب الطفل بقى الصغير اللي انا هدربه يعني ايه رمضان انا بجيب المواقف دي سواء كانت مصورة وابتدي او يعني فيديو حاجات مشاهد فيديو عندي او كرتون وابتدي اربطها باللي انا بعمله حقيقي انا راحة الهايبر اجيب اكلات معينة وده برضو من احد الاحداث ان احنا كلنا قبل رمضان باسبوع او بكام يوم بنبتدي نجهز ان احنا نجيب حاجات معينة بتبقى في رمضان من الحاجات برضو المشهورة في بعض البيئات الفيمتو انه يبقى حارسين جدا ان الفيمتو ده بيكون موجود في اكلات كتير ان احنا نكون بنعمل جدول كده مع نفسنا مين اللي هنعزمه هنتعزم عندي مين ونرتب المواعيد علشان نقدر نخلي الشهر كله تجمعات وود وكده طيب انا دلوقتي المشاهد دي سواء كانت فيديو او كانت كروت ببتدي اربطها مع الطفل بالحاجة الحقيقية انا راحة مع الهايبر نجيب الاغراض يبقى يلا وش نسوي بكون عرضة عليه الصورة وانا في البيت لسه وش نسوي نشتري اغراض رمضان رمضان اغراض رمضان رمضان كريم واعد اقول الحاجات والجمل المرتبطة برمضان طيب رحنا اشترينا الاغراض هذا وش نسوي فيه شربة حجة رمضان ناشي ونحطها علشان دي هنكلها متى في رمضان خلاص خلصنا الموقف ده طيب موقف تاني اشترينا زينة يلا وش نسوي نعلج زينة حجة رمضان الله زينة لرمضان طبعا اه وانا بجيب حاجة رمضان زينة بتاعت رمضان حتى في بيتي بشوف ناس حريصة جدا تجيب اه كاسات تراثية برضو اللي هي عليها العلامات الحمرى دي بتاعت رمضان واطباق حلو جدا ان انت عامل الجو كله تراثي او الجو كله مرتبط بالشعائر دي او بالمناسبة دي ان احنا في رمضان بنحب نفتكر الجو التراثي او الجو الاسلامي قوي اللي هو فيه حتى الصفرة اللي بناكل عليها حتى الكاسات اللي هنستخدمها تبقى كلها فيها الشكل ده ده حلو جدا ان ده يبقى مرتبط برمضان ده شيء جميل جدا طيب كمان ان احنا لما نيجي نتقابل اه احنا دلوقتي وين نروح رايحين نفتر نفتر مع مين مع عمي او خالي علشان احنا برمضان لازم نتجمع برمضان واكد عليه ان احنا في رمضان طيب فكرة الصيام الطفل هيصوم ولا مش هيصوم ده على حسب سنه وقدرته ودرجة استيعابه للموقف حتة ان انا عايز اعلم الطفل انه يمتنع على الاكل او لا ده اولا لازم تكون بالتجريد جدا ولازم تكون لفترات يعني زي اي طفل عادي واحنا في كل مهاراتنا بندرب الطفل زي ما بندرب الطفل العادي ولكن المدة بتكون اطول يعني انا عايز ابني صوم طبيعي ان انا بقول له هتسوق هبأكله متأخر في وقت الصحور وينام ولما يصحق اخليه يستحمل شوية الجوع والعطش لحد الظهر بخليه على كده تلات اربعة ايام بعدين ابتدي اخليه يستحمل الجوع والعطش لحد صلاة العصر او اليوم اللي بعدك يعني تاني يوم مثلا بخليه بعد الظهر بساعة اليوم اللي بعده بعد الظهر بساعتين لحد ما نوصل لصلاة العصر وهكذا وافضل أدرج ابني لمدة مثلا اسبوعين ثلاثة لحد ما يبتدي يتعلم أنه يستحمل الصيام لحد المغرب طيب الطفل زي الاحتياجات الخاصة هياخد مدة أطول وبرضه هيحتاج معين بصري يعني إيه معين بصري يعني لازم أحط له حاجة قدام عيني بأشايف أن ممنوع الأكل عليها يعني لو هجيب صورة واحد بياكل وعمل عليها إكس أن ممنوع الأكل من أول ما الساعة تكون مثلا أربعة لحد ما الساعة تبقى ستة لو فرضنا كده ولو وله الجزء ده كله في الساعة أعمل له ساعة كده بالكارتون كبيرة واكتب عليها الأرقام اللي هو عارفها سواء بالعربي أو بالإنجلش وابتدي أحط له أن خطأ على علامة الأكل من الوقت ده لما نيجي للوقت ده وارسم له مثلا هنا أن الدنيا ضلمة بعدين شمس 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 الحاد ما الشمس تبتدي تروح أبتدي آكل واعمل له على الباقت اليوم اللي هو في الظلام في الليل وحط له كده علامة أمر وأنه وأنه إحنا في الليل إن الوقت ده وقت الأكل والطعام طبعا ده هيتطلب مني إيه هيتطلب مني أن يكوني الجدول المصور بتاعي على هيئة ساعة وأنا هيعمل لكم الجدول المصور على هيئة ساعة ده وهوريه لكم في فيديو إن شاء الله تشوفوه ده بيعلم الطفل أنه يتعلم الأرقام بتاعت الساعة أصلا وبيتعلم أنه يبص على الساعة يفتكر في الجدول المصور اللي عنده في البيت يعني اللي هو بره في أي مكان وشاف ساعة مدورة مثلا زي الجدول اللي إحنا عامينه وبيبص يلاقيه مثلا العقرب الصغير أو اللي هو بتاع الساعات على خمسة وهو عارف إن معاد الساعة خمسة ده مثلا معاد السباحة أو معاد الخروج أو معاد اللعب بالبازل أو كنت لقيه هو نفسه عارف إن ده المعاد اللي أنا هعمل فيه كزا قريدي من غير الصورة هيعمل الحاجة اللي المفروض الساعة خمسة بيعملها فده في الصيام بعد كده لما يجي درب الطفل بقى على الصيام يبقى هو قريدي حافظ الساعة يبقى هيتطلب مني إن الطفل يكون بيتدرب على الساعة حافظها محطوطة قدامه عارف إن كل ما العقرب الصغير ده بيلف وييجي عند رقم بنعمل حاجة جديدة بالشرط يا جماعة يكون بيقرى الساعة يعني عارف إن الساعة خمسة ونص لا وبيربط شكل الموعد أو شكل الرقم بالحدث اللي بيحصل فاهميني زي؟ ده لنأصله طيب لما هيكون الطفل مدرب على كده يعني معنى كده إنه هو دخل في مرحلة الأكاديمي شوية أو إن الطفل ده تعود بالشكل إنه حفظ بالصورة كده اتصورت في دماغه ربط الرقم اللي موجود بالصورة اللي كانت جنبه الساعة 11 مثلا سرير وهو نيم يبقى معنى أن الساعة 11 لازم أدخل نيم تمام؟ فهو ربط كده فأنا لما عمله معلامة إنه إحنا هنا الوقت ده كله ممنوع الأكل وعمل إكس على واحد بياكل أو بيشرب وإذا كله صح على الأكل آه بياكل وبشرب بولد مبسوط بياكل وبيشرب خلاص هو هيبتدي يربط إن لسه مجاشي المعاد لما يبص في الساعة الأصلية ويروح على الساعة اللي ماما عملها له المصورة هيحس إن لسه المعاد ما جاتش فهيربط ساعتها برضو إحنا عندنا الساعة دي بنستخدمها للصلاوات بقدر أحط صلاة الظهر واكتب رقمها أربعة بس ده برضو يا جماعة للأطفال اللي بتدرس أكاديمي أو الأطفال اللي دخلت في عملية الدمج عشان أقدر أعرفه إن ده معاد صلاة الظهر ده معاد صلاة العصر فكل طفل بيبقى له طريق التدريب كل طفل حالة كل طفل برنامج فردي فالطفل الكبير شوية ده اللي إحنا عايزين نعرفه الصلاة إن في رمضان عندنا صلاة القيام فده بيبقى عارف علامة الصوم الساعة اللي خاصة بالصوم وبيبقى عارف إمتى هنفتر وبيبقى عارف إن وقت صلاة العشاية يتبعه صلاة القيام ودي مرتبطة برمضان فاهميني؟ فهبتبقى لها شكل تاني إن شاء الله هنزل لكم الصور الخاصة بتدريب الصيام وبتدريب الصلاة والجدول المصور اللي هو عليك تساعد أتمنى إن أنا أكون شرحتها بشكل مبسط أو بالشكل اللي أنا كنت أحب أوصله لكم به إزاي أدرب إبني على رمضان قدوم رمضان إزاي دايماً أبقى حريصة على وجود المصحف في رمضان ودايماً يبقى عندي صورة قدام الطفل إن رمضان مرتبط بقراءة القرآن ولو الطفل ده مش بيقرأ يسمع لو كل يوم لازم أحطله في الجدول المصور بتاعه جزء يعني صورة قرآن ربع ساعة عشر دقايق على حسب قدرة الطفل على إنه يسمع القرآن طبعاً عشان أدرب الطفل على الحاجات دي لازم يكون عندي كمان خلفية هل هو عنده مشكلة حسية من الصوت من الإضاءة من الكلام ده عشان ده هيأثر عليها في عملية التدريب يعني مثلاً لو نهو هسمعه قرآن وهو بيحب الأصوات الهدية يبقى أنا لازم أخفض صدر القرآن وخلي الجو ملائم له الجو العام ما بيحبش الإضاءة العالية خلي الإضاءة هادية بس يبقى حريصة إن معاد القرآن يومياً في رمضان ويكون شايف ماما إن هي بتقرأ كل يوم القرآن في رمضان طبعاً ده المفروض يبقى سلوك عام بس نحن بنتكلم إن دي توقوس أساسية في رمضان حتى اللي ما بقاش عنده وقت إنه هو يومياً يقرأ القرآن لازم يبقى حريص في رمضان فدي حاجات من المواقف الاجتماعية اللي أنا لازم أدرب الطفل عليها يشوفها مصورة قدامه الموضوع بالنسبة لي صعب كأم لما أسمع الكلام ده لأ الموضوع محتاج تكرار ومحتاج طولة بال مفيش حاجة يا جماعة الطفل بيتعلمها من أول مرة ومفيش حاجة بنتعلمها باكيج سواء الطفل ده عادي أو من زوج الاحتياجات الحاصة لازم يكون عندنا طولة بال يكون عندنا تدرج للهدف يعني من دقيقة دقيقتين تلاتة تدرج كمان يعني من الوقت بتاع الجلسة لكمان الهدف نفسه مايبقاش المرة واحدة أنا بديره كل الحاجات دي مرة واحدة لأ ده أنا بدربه على حاجة حاجة موقف موقف بحطوله موقف بعد كده جماعة بعدها وش أسوي في رمضان وابتدي خليه هو يشيل البطايق لما يسمع السؤال وش أسوي برمضان يبتدي يجيب لي البطايق بتاعة رمضان ويحطها لي جماعة بعدها أني بجيب زينة وبجيب ثانوس وبقرأ قرآن وبتجمع أنا والأهل يبتدي يجيب المواقف دي يفهم كده أنا بتدي حيث أنه أفهم السؤال وعرف وش أسوي برمضان خليه يتدرب معي مرة واحدة واحدة أنه يجيب الكارت بتاع الزينة وكارت الخاص بالتجمع بتاع الأهل والكارت الخاص اللي أنا مسورة به إن إحنا مسكين المصحف الكارت بتاع الأكل اللي فيه الشربة بتاعت الشفان الحاجات اللي زي كده يبتدي هو عرف كده إيه الحاجات اللي مرتبطة بشهر رمضان لما يبتدي ييجي شهر رمضان أبتدي أودية عند النتيجة رمضان وإسم كلمة رمضان المكتوبة دي را ميم ضاد ألف نون يبتدي يعرف إن ده شهر رمضان تلاتين يوم الطفل اللي بيتدرب أكاديميا هيعرف واحد اتنين تلاتة وعرف شهر تلاتين يوم رمضان تلاتين يوم بنصوم تلاتين يوم نقرأ قرآن تلاتين يوم نصلي قيام تلاتين يوم نتجمع مع بعض كلنا في وقت الإفطار يبتدي يعرف تلاتين يوم بنعلق زينة رمضان تلاتين يوم بنصلي الصلاة في وقتها جماعة يعني أبتدي أربط له التلاتين يوم دول بالطقوس اللي أنا قلتها في الصور عشان يبتدي يفهم إن في رمضان ده موقف اجتماعي موقف اجتماعي بتتجمع تكون لي الحدث اللي هو شهر رمضان أتمنى أكون أفدتكم ولو بشيء بسيط أتمنى تكون الرؤية وضحت كل عام وإنتوا بخير يارب يكون رمضان سعيد عليكم وإن شاء الله على رمضان الجاي تشوف ولادكم أحسن وأحسن وأحسن تحياتي لكم أخصائية التخاطب مشرفاني ومدرب معتمد من مركز هيلب والوكالة الأمريكية نوها الصاوي شكرا لكم